أنا كافر السلام عليكم بعد هلاك سيد القمني الكافر اللي أعلن كفره بنفسه زي ما حضرتكم سمعته الهام شاهين طلعت تفجر مفاجأة من العيار التقيل ويزيس ابنة سيد القمني بترفع قضية على شيخ الأزهر وعلى الأزهر لأنهم رفضوا أو إمام المسجد أيضا رفض الصلاة على والدها وكمان بتعلن تفاصيل اللحظات الأخيرة اللي احنا كلنا بنقولها علي كافر يا ترى هي قالت عليه إيه كمان يا ترى فعلا الإلهام شاهين هتعترف بيه ده هيكون معاها دليل آه في دليل هنشوف في الفيديو الدليل يا ترى تم الصلاة على سيد القمني يا ترى أساسا هو تم غسله قبل بعد وفاته وين دفن وليه ما دفنوش وعملو جنازة وكل التفاصيل على الرغم من هم بيقولوا أنه عنده ناس كتير مؤيدا ليه وناس كتير قوي قوي هتفضل تردد كل الكلام اللي هو قاله طيب بعد وفاة سيد القمني طبعا اللي هلك ومش قادرين نقول وفاة عارفين يا جماعة لما واحد يكون بيعلن الكفر بنفسه وإحنا مش بنكفره ولا بنعيد ونزيد في كلامه ولكن ده راجل بملحد راجل بيهين سيدنا ونبينا عليه أفضل الصلاة والسلام كمان بيقلف كتاب اسمه الرسول ليس له أخلاق طبعا حاجة منتهى الإسفاف وقلة الأدب تخيالوا ده مفروض نترحم عليه ناس بتهاجمني وتقول لي عيب وحرم عليك وخليكي محيدة ماينفعش مع ده حياد والشاماتة واجبة في هذا الشخص لأن الشخص ده طالب بتغيير المناهج الإسلامية خصوصا في السعودية كمان هو مرتد ومرتزك وزعيم الملحدين في مصر وهاجم الأزهر وأيضا هاجم الشيوخ ويأسماهم بالإرهابيين طبعا هو خليفة خليفة من العيار التقيل لي نوال السعداوي اللي هلكت أيضا وجزائها هيكون عسير وعليها وعليه من الله ما يستحقون ولكن واحد زي خالد منتصر يطلع ويقولك أن أفكاره ستظل خالدة وأنكم كلكم غيرانين وحاقدين عليه حتى بعد وفاته وأن خالد منتصر مش فك على الناس اللي شمتانا لأنه للدرجات يوجههم في مضاجعهم وأن هو الشماتة فيه تعكسها شاشة فكر السلفيين وأن احنا المفروض نرضى ونكون فيه كل واحد يختاري الديانة اللي هو حبيبها ويختار الطريقة اللي حابب يعيش فيها أيضا عليك من الله ما تستحق لأنك للأسف بتأيد ناس وليكن ناس قلوبها ضعيفة بالإيمان وللأسف بتأيدكو لكن احنا مش هنسكت ومش هنطاطي رأسنا وننعمل رأسنا محمد عمل بها أي حاجة كان بيوسي للذات الإلهية وقال إن بر الوالدين تكذب والصدق والأمانة دي اختراع كده اختراعوه ولكن هو غير مصدق تخيلوا بقى عقاب ربنا ليه إيه في لحظاته الأخيرة يا ترى إيه هو اللي حصل بالمناسبة هو أيضا أيد كلام نوالي السعداوي في تقنين بيوت الدعارة ودعم الشواز وأيضا أيضا إنها عايزة تدرس هذا النهج والنطاق بتاعها داخل المدارس طالب سيد القمني اللي هولك وبرضه مش هقول توفى لأنه مش معترف إن فيه دين يبقى مش معترف إن فيه وفاة قال إنه هو حابب منهجه تدرس في الجامعات والمدارس علشان تفضل خالدة وبنته حاليا بتأيد هذا الكلام وبتحاول تطبقه للأسف للأسف الكبير قوي اللي يمخلينا زعلنين إن بعض القنوات الكبيرة على الشاشات والصحف والمجلات بقولوا ودعنا المفكر الرائع العالمي سيد القمني على إيه عمل إيه كان بيخترع كلام من دماغه ويطبقه على شوية ناس قلوبها ضعيفة بالإيمان وفي الآخر يعمل شوية ندوات ويستهزأ ويقول أنا الله يا غجر يا ولاد الكلب عوزوا بالله من كلامه مين يطر هيقيده غير واحدة زي إلهام شهين ولكن مفاجئة إلهام شهين مختلفة مختلفة تماما هخلي حضراتكم تشوفوها دلوقتي بعد ما نعرف طبعا بنته رفع قضية ليه على الأزهر لأن طبعا إمام المسجد رفض تماما الصلاة على كافر وقال أنا معايا دليلي بالأزهر الشريف إنه هو صلاة على كافر ما تنفعش ما ينفعش صلاة على كافر بنت سيد القمني قالت كلكم حاقدين وكلكم غيرانين من والدي وأنه هو أشرف وأطهر منكم بالكامل تخيلوا بترفع قضية على الإمام الأكبر يعني حاجة هتطلع لمين يا جماعة ما هتطلع لولدها طبعا رفض طبعا إمام المسجد الصلاة عليه وأيضا دفن في مكان غير معلوش بسبب أعلانه إلحاده على الملأ كمان طبعا بيقولوا إن المجبرة بتاعته اتلف حواليها ألف زئب وكان حواليها ألف غراب والمنظر كان مهول ولكن هذا الكلام الله أعلم به لكن الكلام الأكيد إنه هو دفن في مكان لم يعلم عنه أحد خوفا إنهم يأخذوا جسده ويمثلوا بيها لسبب إن بناته كانوا خايفين من أفكار والدهم وفعلا دفن بدون غسل وبدون صلاة أعوذوا بالله طبعا على سوق الختام إن لما مفاجئة الهام شهين اللي لما نسد لما بعتذر طبعا لما نوالي سعداوي لما ماتت قالت أمي ماتت أمي رحلت يا طرفي موت معقولة ما كنتش مصدقة وبكت بكاء شديد وكانت من أوائل الناس اللي حضروا الجنازة بس بعد وفاة بقى سيد القمني طلعت وقالت إنها كانت تتمنى ولو لحظة في حياتها إنها هيكون تكون متجاوزة هذا العالم هذا المفكر الرائع اللي بأفكاره أنار الطريق أمامنا اللي بأفكاره خلنا نحاكي الغرب بقينا متطورين وعن حكاية مطالبتها بالمراس فعلا انتشرت أخبار كتير جدا على السوشيال ميديا بعد بكاءها وانهيارها بعد وفاة سيد القمني إنها كانت متجاوزة سرا وما أعلنتش ده وإنها بتطالب في حقها الشرعي بالمراس فاكرين أيام صفوة الشريف برضو طلعوا قالوا كده مش هنستبعد عنها إنها تكون متجاوزة ومتجاوزة في السر ويتطالب بحقها الناس دي أهم حاجة عندها الفلوس مش مهم حضرتكم تتخيلوا هي تجاوزت كم مرة حتى لو إحنا عارفين المعلن يا ترى إيه الخفي يا ترى تجاوزت قد إيه خفي وعلشان إيه طبعا دي إلهام شاهينة اللي والدها توفى غير راضي عنها ومبسوطة قوي قوي بأفكارها وإن إحنا لازم نتطور ونحاكي الغرب وبتأيد جدا سيد القمني في إن الحجاب ده جهل وتخلف ربنا عافينا مما ابتلى بيه غيرنا اللي هو طبعا ناس كتير على طريقة سيد القمني اللي هولك ولحد الآن برضو مش هنقول الله يرحمه ومش هنكون محايدين مهما كان الهجوم اسمعوا كلامه سلام أنا كافر ربنا هناكو الشيطان جنبي أنا كافر شكرا